موسيقى كبير ولا لا هل مستواهم سابت ولا لا فحلو ان نبقى معنا كابتن طارق سليمان عشان نقايم حرصنا كل اسبوع كابتن كبير كابتن طارق سليمان مشرفه النور بنا يا كريمة كابتن كريم انا اللي سعيد ان انا ان شاء الله يعني نبقى متوجدين مع بعض الفتر اللي جاي دي لحد ان شاء الله بقى من خلاص الدوري ويعني فيه كم نقطة كده يعني في البداية طبعا هنتكلم فيها طبعا عشان يعني تبقى الامور واضحة احنا هنا يعني احنا احنا مع الوان ولا احنا ضد الوان احنا فيه منهج نحطينه هنشتغل عليه المنهج بقى يطلع مع حارس مرمى الاهلي حارس مرمى الزمالك حارس مرمى بيرامز حارس مرمى البنك الاهلي ما عندناش مشكلة مع احد خالص هنتكلم بما يرضي الله على كل وقت يعني في النهاية بنحل الموقف قدامنا الموقف ده يعني ممكن كمان ما نتطرقش خالص يعني ايا كان بقى الموقف ده فيه حارس مرمى الشناوي فيه محمد عوات فيه ابو جبل فيه عراس مرمى الزمفولي فيه الهانس ايا كان الحارس المرمى ده حم نحلل بشكل محترم جدا وبنتكلم في منهج وفي نقط مهمة جدا جدا وان شاء الله بيزن الله يعني ناس تستفيد يعني الحكاية انه انت مش بتقايم الحارس بشكل عام لأ طب انت بتقايم حالته في المبارادي بالزبط والله حالته في المبارادي مكادش جايد والله كان عنده اخطاء والله المبارادي كان عملها بشكل عظيم جدا خد بالك احنا ممكن كمان يعني احنا هناخد حالات مهمة جدا وحالات يعني حالات صعبة ممكن الحالة اللي حارس مرمى ممكن تبقى في ايضا خسرة المباراة ممكن هو مكنش موفق في المباراة في ساعة ولكن عنده حالة عنده لقطة يعني لقطة دي ممكن ناخدها بسا احسن لقطة في الاسبوع او احسن صدة في الاسبوع وممكن الحارس يكون هو عامل نفسه مباراة يعني مباراة مش جيدة تدريب بلا فترة كبيرة جدا. فأنا لما اجيب حالة. بجيب حالة وانا عارف ان اللقطة دي صعبة. ممكن كالناس كتير. ما تبصش ان اللقطة دي صعبة خالص. ايوة. ما تبقاش باينة او للناس. انها انا. قلنا كده مرة اللي فاتت. بالزرط. انا ممكن مسلا ايه. الاية تصدي يقول لك ايه المعلقة او الموزيع يقول لك ايه. دي تشاطيت له فنص الجون. ايه. ايه. ما حدش فكر ان هو كان فين قبل ما يبقى نص الجون. اخد بالك دايما دايما ناس بتحب الجمهور بيحب اللقطات اللي هي يعني اقول لك تلعها من مقص. نعم اللقطات الكرات العالية. انما ممكن يبقى فيه لقطة يعني غريبة جدا من جسمك. وتبقى صعبة جدا. انها بتبقى تحت. وكرة سريعة جدا. جدا. الارض بتبقى طبعا عارف ان دايما الارض بتبقى مرشوشة مية. صحية. فالعاجات اللي بتبقى تحت دي برضو بتبقى صعبة. صحية. انها ما ببقاش ببقاش لها شكل جمالي. بالنسبة للناس. انها بالنسبة لنا تبقى لقطة صعبة ولقطة مهمة. فحنا جابين النهاردة حالة برضو من الحالات اللي هي. طيب قبل ما نخش في الحالات عايزة لك تحديدة عن محمد الشناوي. بشكل عام يعني. قبل ما نخش في حالات محمد الشناوي. اكيد عندنا حالات كتير لمحمد الشناوي النهاردة. بس الانتقاد والهجوم الاخير على محمد الشناوي. هجوم منطقي وانطقات طبيعي. بما انه محمد الشناوي فعلا كان عنده اخطاء. ولا المفروض لما يبقى حارس كبير زين حمد الشناوي يخطئ. مفروض الناس تستحمله وما يتعملوش معه وينتقدون ويقولوا انه عادي. بص كابتن كريم. انا شايف ان الانتقاد للشناوي يعني بزيادة قوي قوي قوي. هو ما يستهلش كده. يعني الشناوي عنده رصيد كبير جدا جدا مع النادي الاهلي. صحيح. رصيد بطلات. مش رصيد مباريات واداء كويس بس في ماتشات. بطلات. احنا قلنا الكلام ده كتير وهقوله تاني. وفي ناس كتير جدا نتقول لك هو الشناوي ماله. هو الشناوي مش مركز ليه. هو الشناوي في ايه. هو الشناوي. ما تيجي هو محمد هاني مش مركز ليه. هو عالم علوم مش مركز ليه. هو السلام مش مركز ليه. صح. هو ياسر ابراهيم مش مركز ليه. هو النادي الاهلي حالته طبيعية. حالة النادي الاهلي بقالها فترة طبيعية. لأ. حتى مش معنى عشان الشناوي ده زي ما يعني بقولي هو طبعا ايه اخر حاجة بيبقى اخر حاجة يعني لا وانا اقول لك بصراحة واهقول لك بصراحة برضو فضل ان الشناوي الجماهيل معتدع عليه في ايه انو لو الفرقة كلها مش حلوة هو بيبقى كويس بالزبط كده مانا عشان كده ايه احنا قلنا الكلام ده برضو بنقوله تاني الشناوي يعني وصل لمرحلة ان يعني شناوي كان خلاص الناس برضو كانت الفرقة برضو مش بالشكل ده صح يعني الفرقة برضو ما كانش المستوى بالنسبة لكل اللعيبة احنا عندنا حالة عامة يا كابتن كريم حالة عامة لكل اللعيبة ما انتش لقي لعيب يعني النهار قمتش الأهل وزمالك اللي فات طلع للعيب كويس في الحداشر اللعيب كله مش حلو بيما فيهم الفراودة بنص الملعب حتى التلاتة الدفندر الناس بتخطي الظهر فإن في النهاية النتائج كمان مش مساعدة يعني ممكن الشنوب عنده خطأ الخطأ ده لو الفرقة كذبة المباراة يعني ممكن يبقى عندليك ضرب الجزاء لو انتك سبت ما حدش بيحس ما حدش بيحس بزبط بيقرافو عليك إنما الخطأ مباراة مثلا للزمالك الشنوي في مباراة الزمالك شال يجي انفراضين ثلاثة صح مؤكدين بيما فيهم حتى جون التاني اللي داخل في الشنوي الشنوي شال انفراض مية في المية وبعدين راحت ياسر إبراهيم اتأخر فيها لحد ما خدها عارف محمد عواد أنا فاكر اللقطة دي محمد عواد في مباراة غزة المحلة عمل مباراة كبيرة وعظيمة وشال كواه الخطيرة وتلع في واحدة وتلع في واحدة غلط زي بتاع الشنوي كده بالزبط بس ما جاتش جون ما جاتش جون لو الزمالك كان خسر ما كانش حد بقى شله كل الكواه ده اللي أنا أصدع إن في النهاية الشنوي طبعا احنا بيقول إن الحالة عامة اللي عادت النادي الأهلي النتائج كمان ما فيه تعادل أو فيه خسارة صح فدي كمان بتحمل الشنوي أكتر زي إذا ما حررتك قلت كده إن الشنوي الجمهور يعني دايما الجمهور للأهلي بيبقى ممكن يبقى يجي عليه ضرب جزائي صدار الشنوي يجي عليه انفراض صح فيصنع الفرق دايما في مرشات كتير جدا بوبطولات كتير جدا صح لأنا اللي عايز أقوله للجمهور يعني الشنوي عنده رصيد كبير جدا مع جمهور النادي الأهلي ومع النادي الأهلي فالرصيد دا يسمح له يعني ما بقولش إن هو أوحش أو الشنوي طبعا بس في النهاية يعني برضو أنا ما ينفعش أنا هاجم الشنوي الهجوم الشارس في رأي يقولك إن محمد الشنوي محتاج يقعد شوية تمام رأي دا ولا يعني يعني يععد عشان الضغط يترفع من عليه هو مش عشان هو مسأل كعقاب أنا سمعت ناس كتير ولك يعني ياخد راحة عشر طيام ويرجع تاني يعني بص هو فيه يعني لأنه في النهاية هو دا الحرس الأساسي بتاع ليفربول وهيرجع ورجع السنة اللي فاتت وعمل موسم رائع عظيم السنة اللي فاتت توصلت مع محمد الشنوي ها بكلمه هسبب لكم تواصل ولو بشكل طبعا شكل ودي بكلمه تقريبا ممكن كل يوم ممكن ممكن مرة تين في اليوم بذات الفترة اللي إحنا بتدعمه بقى طبعا بقول له إيه بقول له شنوي هترجع هو الولد يعني شخصية قوية يعني الشنوي شخصية قوية جدا وانا داين بقول له يا شنوي هي فترة الفترة دي انت عملت حلو كتير قوي وعملت أداء ممتاز في سنين كتير مع الناد الأهل من 2017 تقريبا خمس ست سنين فالفترة دي صعبة بس هي محتاجة الشخصية قوية بتاعتك انت عظيم فما تقلقش الفترة دي هترجع وهتخلص ومش هتخلص بالنسبة لك انت بس لا هو شوية برضو يعني تعرف ايه ما تبقى انت مش متوقع مثلا من أقرب الناس يعني يعني ناس كتير جدا جدا يعني هو برضو كمان الجمهور بالنسبة له بيحب جمهور ناد الأهل جدا وجمهور ناد الأهل بيدعبه دايما ودايما يعني يعني جمهور اللي دايما في ظهر اللعبة هو زعل لما حسن زعلان شوية طبعا اكيد انما في النهاية زي ما بقيت لك مطش اللي فات مطش الجونة يعني من بداية المباراة كان فيه جمهور برضو وكان زمع اللعبة كتير جدا ومنهم الشناوي وكم المباراة وانا شاف المباراة اللي فاتت رغم من الحاجات اللي جات له حاليك خفيفة قوي ولكن تعال معا بشكل كويس عظيم في واحدة في لقطة هنجيبها دلوقتي أنا جايبها لقطة سهلة قوي قوي بسيطة بس هتبقى لك قريبة جدا من الجونة اللي داخل في مباراة الزمال الجونة الأولاني بالزياد عظيم طيب احنا هنتكلم النهاردة عشان الناس تبقى عارفة برضو معنا السادة المشاهدين هنتكلم عن مباراة الآلي والجونة الزمالك وسموحة الآلي والزمالك البنك الآلي وفيوتشر وفاركو امبي والمقابل العرب والمحلة مظبوط تمام نبدأ ب الآلي والجونة الآلي والجونة تمام شاشة فينا هنبص هنعرض لك الحالات كلها حالة دلوقتي يلا يا جماعة نعرض لحالات ما نفلوكم معه احنا معنا جلال مش كده جلال هو اللي يبقى موجود معنا في تمام طيب احنا طبعا احنا جايبين الاول لقطة معنا النهاردة هي لقطة قريبة جدا يا كابتن كريم من لقطة ده طبعا احنا جاينا جايبا الاهل وزمالك ده طبعا ده طبعا الهدف اللي احنا دخل في النادي الاهلي وطبعا ايه ده كار خاطئ من الشناوي يعني الكرة صعبة مش بتاعته الكرة ما تولتش وتحت رجل اه اه الجزيري الحاجة بقى ده اللي قالي الجوان تاني عنه هستأذنك بقى يا جلال تستنى عشان نكلم على الكرة دي شو واحدة واحدة بص هاي دي بقى انت بيبقى فيه اوقات طبعا دي شوف شوف كارش النهو هو خارج من المرمى يا كابتن كريم فيه سرعة مش طبعية فيه اداء حركي فيه استجابة زينية فيه اداء حركي خطواته خطواته ضيئة جدا يا ري بقى اني عيدها بس براحة براحة بس اول ما كارها تبدأ بص يا كابتن كريم الكرة لما عليت شوف الاستجابة زينية بتاعت الشناوي امش امش واحدة واحدة بقى بص خطوات الشناوي بص بدأ ايه اول ما دي بدأت بص خطوات الشناوي بص 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 السرعة بص واخد منين امشي كمان امشي كمان بص ايديه فين بص جسمه فين واخد من فوق لو شناوي خبط في اربع العيبة في خمس العيبة كرة مش تقع من ايده طالما اواخد الخطوات دي ورافع بص رجل الشمال فين ديفنسه قدامه حاططها في بطن الراجل اللي ايه اللي ضغط عليه فدي كرة دي كرة يبني انها سهلة بس انا شايفة كرة صعبة ممكن تقع من ايد من ايد حد تاني لو مش بالسرعة دي خطواته سريعة جدا جدا وبعدين جسمه عالي هتيجي هيجي لقطة دلوقتي لعماد السعيد لقطة الهدف هنكلم على كام حاجة كده برضو زي ما كلمنا على الشناوي هنكلم على كام حاجة هايلا كبتا هايلا كمل كمل يا جلال دي لقطة طبعا ايه بيبني ان هي سهلة لانها من شايفة مش سهلة دي طبعا لقطة مهمة جدا 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 الاهم بقى في دقيق سبك هي هو طبعا تحطط سهلة في ايد الشناوي انما الشناوي كان بره المرمى وكان طالع عشان ياخدها لو كمل الشناوي كان عاملت المشكلة هنا الشناوي بدأ عشان كل انتقد الشناوي ارجع باش بتاعته فرجوعه ده مهم لا ارجع كمان يا جلال ارجع كمان ارجع شوية ارجع كمان ارجع كمان ارجع كمان ارجع كمان بس اقف بص هنا الشناوي بره 18 بس قبل ما حرك تكمل انته bekanntي قلت انه الشناوي مش بتاعته فريع ايو بس هو خلي المدافق يقول خلاص الشناوي هو هيجيبها. لا لأ شنو مفروض ما يقولش الكلام ده المدافع ما يقولش الكلام ده. بس هو تصور كده يعني انت المدافع بص المدافع اللي ورا لعب الجونة تمام هو سيبه رح وقف بقى اخوصا. هو الطبيعي انه لبقى في المكان ده. الطبيعي انه لبقى في المكان ده. ارجع كمان يا جلال ارجع بس ورا كمان بعد اذنك. لا ورا. ورا رجع ورا كمان. مش حتير ترجع ورا. اه طب خلينا بس اني نقول. في المكان هو شنو كان برا 18 اكتر بكده كمان. لما اللي عشان الك لما تلعب طويلة هو لازم يقريب من خط الطويلة. ارجع وراء حتى انا مش هيزهر في الكادر. ارجع وراء. اي بس. اوقف. 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 هو الطبيعي يا كابتن كريم. اه. خط الدار بتاعنادل اهل فين? في نص الملع. ام. الشيناوي هتلاقيه في مسلا جوة الستة دلوقتي? لا. مستحيل. هيبقى متقدر. هو ده بقى اللي احنا بيقول دايما. لازم يبقى برد 18 بحوالي 10-15 يارض. صح. ليه? عشان الكرة دي لما تلعب طويلة كده يبقى هو قريب منها. طب هو قريب منها ولقى ان الكرة مش بتاعته. يكمل والرجل هيرقصه. وهيحطه جود. دي اما الرجل الشيناوي يعمل يعمل فاول ويبقى فاها ايه? بقى فاها طرد. ايه. هنا الشيناوي عمل يخد قرار انه لازم يرجع. ام. ورجع بسرعة جدا بظهره وعينه بدأ يرجع اهو. اهو. برجع بوشه شوية عشان يبقى سريق عشان يرجع بسرعة. خطوات مقصية بوشه هو بس عينه عكور. اعمال يرجع بظهر هو الراجل مكمل هو بيرجع. تمركز كويس جدا جدا طبعا تحطط ضعيفة. انما الهم من ده انه هو ما يكملش مع الراجل كانت تبقى مشكلة. وتمركز كويس جدا جدا تحطط طبعا ايه? قريبه مشيناه ويتعامل معاه بشكل ايه? على فكرة حالي الوقت اللي فاتت نازل انه رجوعه بخطوات وانه موجود في مكان كويس بظهره دي حاجة في منطقة الصغر. طبعا. طبعا. احساسه بالمرمى مهم جدا. احساسه بالطمانتاشر. دي بقى دي لقطة تانية بس ارجع بقى شوية جدا بعد اذنك. ارجع بقى. دي مختلفة شوية. اقف اقف اقف. هنا هنا اه 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 شميث بكلي مش شايف الشناوي. هنا بقى الشناوي بيعمل ايه? خرج وضايق عليه ايه? ضايق عليه ايه? المساحة. اه. ليه? احنا احنا المرمى بتاعنا عبارة عن مسلس. راس المسلس قاعدة المسلس خط المرمى. كل ما بتطلع من المرمى ناحية الكورة بتوصل لراس المسلس اللي هي الايه? الكورة. لما توصل لراس المسلس انت ديقتي المرمى تماما. انت بيطلع ضلع من من على القائم اليمين يروع على الكورة. وضلع من على قائم الشمال بيروع على الكورة. انت لما بتطلع تقرب منه اطلع بقى بص هو عمل تات اربع خطوات سريعة جدا. وبعدين عمل النجمة. خبطت في رجله. بص قرب المسافة تماما. بص بقى المسافة حوالي تلاتة يرضى. وامر احنا ازل خبطت في رجله من تحت. بس هو كان لازم ما ينفعش ينزل على الارض بقى. هو لا تسمع. طالما قرب من المسلس. قرب من راس المسلس اللي هي كورة. عمل النجمة خبطت في رجله. وتعامل معها بشكل كويس جدا. جدا. يعني اهم من هو اللي كورة جات في رجله. انه قرب المسافة بينه وبين الايه? بينه وبين الكورة. الحاجات دي الناس ممكن تعديها عادي. هو بيطلع اهو بيطلع بيطلع ومس بكلي هو لسه ايه لسه هو ما استلامش. هو لفه وعمل ايه? لفه وشوات. لما في اللفه وهو بشوت كان لقرب شانه قرب اول من مين? من شبست بكلي. بص نزل اهو نزل اهو. لو ما زلش الناس لديها كابتن كريم كانت كورة عدت من اين? من تحت رجل. من تحت رجل دخلت دخلت في الجول. هتلاقي كورة خبطت في جسمه من تحت. اه. فبنع خطورته. فما خلاص هالي انفراد. اه. انفراد صريح واضح مية في المية. الحاجات دي زي انا بقولك بتعدي عناس شكرا جماعة الكلام ده في منتهى الاهمية. في منتهى لما احنا في لقطات بتعدي علينا لحراس المرمى. نتوقع انها سهلة وعادية. وان المهاجم هو اللي سيء. يعني انا برضو انت هتقول ايه? شميل سبيكلي حطاها كده ليه? تم هو اللي قفل عليه الزاوية. هو لف وشاط. بس هو اره 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 بينه قوي. هيل. كمل كمل. كمل بقى. دي لقطة لعماد السيد. دي طبعا دي انا باعتبارها لقطة مهمة جدا جدا وصعبة جدا جدا جدا. ليه يا كابتن كريم? هنا الراجل استلم بظهره ولف وشاط. عماد السيد في واحد كمان ضغط على على حسام حسن. بص 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 نجيب. ضغط عليه والمسافة قريبة. وبعدين شاطت جامدة على الارض. يعني هو لف وشاط على طول. و جاية تحت على الارض. عشان كده عماد السيد راح لها بايد واحدة بحرها بكاف في ايده. واقفها وبعدين تعامل معها بايده الاتنين. انما انا شاف ان الكرة دي من الكرة الصعبة قوي اللي حدث المرض. صعبة جدا جدا جدا. يعني انا باعتبارها دي من اصعب الكرة اللي شفناها في خلال في الاسبوع ده. بس انا عازل اكتمشيها بقى طبيعي يا جلال. يعني خلاها طبيعية ومشيها. ايه ومشيها طبيعي. عشان شوف قد ايه الكرة دي صعبة. رد الفعلي سريع جدا. طبعا. صعبة جدا. هاي. صعبة جدا. اه برضو دي يقولك ايه حسام حسام شاطة وحش. لا مش بطاش وحش. اه عماد الصد حلو. عماد الصد حلو جدا. اه. والكرة دي كرة دي ممكن سهل جدا تدخل يعني دي لو داخلت المرمى لا يسأل عنها عماد السيد تماما. اه. انما وشال هدف بالنسبة 100% وكرة صعبة قوي. اه. كرة صعبة جدا يعني. هايل. بص يا كابت ايه. لف وشاط. لا صعبة جدا. اه. ده توقيت رائع. بص جاي في كاف ايده بالكامل. يعرف دي لو جاي في صوابه وتاخد صوابه وتخش. اه. انما ده يا عماد السيد بص بص كاف في ايده. جلابسة في كاف في ايده كله. ممتاز. واقفها الاول ما كانت شيفها يروح لها بيديل اتنين. ايديل اتنين ما يلحقش. اه. فهو الاول واقفها بايد واحدة وبعدين حط ايده التالية كمان عليها. وكابت انطار اختار الكرة دي افضل تصدي. انا شيفنا دي افضل تصدي في الاسبوع ده. كرة صعبة صعبة جدا يعني. وحراس المار ما يفهموا الكرة دي. هي. يعرفوا قد ايه كرة دي صعبة. مم. بيدي برضو بانا شافة ان الكرة من الكرة صعبة برضو. برضو تحط الكرة منعوبة. اه. على الارض جوة 18. الراجل حطها بطن لجله. بس التانية بقى يا عماد وحش فيها. مم. كرة التانية يا عماد لازم فيه. لازم انا ماستسهلش خلاص الكرة نصديتها وقام برقايا فقام على مهل وامسكها. ما شافش الراجل اللي جاي من الظهر. كان ممكن يا عماد يعمل فيها ضرب الجزاء. مم. انما الاولى صعبة. اه. طبعا يعمل ضرب الجزاء بدون اي لازمة. مم. نشوف ايه الكرة تاني. مو تمركز بشكل كويس جدا. نعينو عالكرة. الراجل حطها بطن لجله. تعامل معها كويس بس 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 بقى في التانية. بس بقى مش شاف الراجل اللي جاي من هنا رقم واحد وعشرين. مم. عالي معلول. مم. بس 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 خلاص ضمنها مية. خلاص الكرة في. لأ ما ينفعش الكلام ده. مم. انا لازم انا في النهاية انا بلعبش. انا فيه اللعبة يمين وفيه اللعبة شبال لازم بيواخد بالي من الكلام ده. صح. يعني ما صودش الكرة الصعبة دي. واقوم بشكل. بسرحان بسرحان كرة ياخدها من قدامي. وممكن يعمل ضرب الجزاء. صح. برضو صعبة جدا. برضو صعبة جدا. لا بص بص يا كابتن كريم. الكرة اللي بتحطي على الارض. مم. وقريبة من رجلك بتبقى صعبة. طبعا. بتبقى صعبة جدا. بتبقى عايزة فيه سرعة. مم. سرعة في التعاون مع الكرة. ان مصخبالك هتلاقي عماد عمل ايه. طاير رجل الشمال. في بعض الاوقات الكرة لما تبقى قريبة من جسمك. مم. قريبة من رجل بقى الكرة متشاطة على الارض بس ايه. بس بعيد عنه شوي. هاي. نشوف اللي بعد كده. بص هنا بقى الكرة التانية. اتاخر فيها جدا جدا يعني. تقريبا احنا معنا بعد كده الهدف الهدف الدخل. ايوة الهدف. هنا طبعا فيه مشكلة كبيرة. فيه كم مشكلة في الهدف ده. ارجع بقى ارجع كده يا جلال. طبعا الكرة ملعوبة تقريبا كده. لا اقف. لا ارجع. ارجع ورا شوية بس. ارجع ورا شوية يا جلال. قبل معالي معلومة يرفع الكرة. تقريبا كده كرة قريبة جدا من عند الكورنر. يعني المسافة كبيرة. الكرة اترفعت علي وخدت وقت. يعني من او وقت وقت ورمر بيها حطها من على سن الست هارضة بالزبط في نص المرمى. عمادة سيد لما الكرة اترفعت يا كابتن كريم. ما تعاملتش معها غير بعد ما عدت اكتر من نص المسافة. بدأ يخرج. دي مشكلة. لازم في اللحظة اللي كرة ارجع. لا احنا مش التصوير ده يا جلال. لو فيه هنا بقى طبعا عشان بس نحلل كل حاجة. الزوية الاول يا جماعة اول زوية جيبنا بها الكورة. ايو من هنا. امش 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 اقف. كمان كمان بس بس كده. اقف. بص شوف الكرة فين يا كابتن كريم. كرة بقت في نص المسافة. اه. وعمادة سيد لسه فين. عند الخطة. لسه مكانه. لسه في التمركز الاولان بتاعه. اه. انا بالنسبة لانا. بص الكرة في المكان ده هنا ها هو. زي كنا علم علوله راح رفع كرة منين. من الكورنر. لا من الحتة دي. اه اه فاهم. بص طالما انت تحركت في مكان الكورة في المكان ده كده. اه. يبقى كنا علم علوله رفع كرة منين. من المكان ده. انت لما جيه تتحرك تاخد كرورك وهو بيلعب الكورة. او ميلعب الكورة. بص اول ما كورة تطلع من رجل علم علول انا بحدد وبدأ اتعامل. صح. عشان تبقى دايما احسان بقى لعب ضد الزمن. صح. الزمن دلوقتي لما علم علوله يرفع الكورة من هنا. اه. لحد ما توصل الزمن اكتر. ولما علم علوله يرفعها من مكان الكورة كده. طبعا. احنا بتكلم بالمنطق اهو. اه طبعا من اولها. يبقى لما ترفع من هنا. اه. تبقى سهلة علي. بص عماد سيد لسه مكانه. بدأ يتحرك الكورة فين يا كابتن كريم. عدت نص المسافة. اه. يعني تبقى ان علم علوله رفع الكورة من المكان ده كده بس على الارض طبعا يعني. صح صح. كمي بقى كورة. هنا بقى كمان عمل اه 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 اماد. اه. اولنا تحرك هو موطي. اه. اتحرك هو موطي. اه. اتحرك وخطواته واسعة. اه. عشان كده ما وسلش للكورة وبدأ يرجع تاني. ولما رجع يا كابتن كريم رجع فين. رجع على الشمال اوي. بص فتح ازاي وازاي. بص رجع فين. اه. رحل شمال جدا جدا. اه شب بقى كورة زي كده من برة ستة بيارض. بص عماد رجع فين. بص لما رجع رجع فين. الشمال خاطر. رجع الشمال. فتقول زوال اليمين ايه. صحيح. مفتوحة كبيرة جدا. صحيح. طبعا نشوف اللي بعضي. طبعا اللاطة دي. طبعا يعني يعني بص هتبان هنا اكتر بقى شوف عماد بعد ما هو راجع رجع فين. بص كده يا كابتن كريم بص كده. بص في اف تلت والتلتين فين. طيب عمادي السيد ومحمد شنواتي دي كل واحد كم من عشر في المباراة دي؟ هو طبعاً في المباراة دي اختبارات العماد أو الشيناو مكنتش اختبارات كتير يعني الشيناو في المباراة دي مجالوش اختبارات كتير في ياخد سبعة من عشر عماد السيد طبعاً فيه كرة الله صعبة جداً ياخد علىها درجة كبيرة بس برضو الهدف في المجمد تديله كام؟ عماد تديله ستة ونص عشان الهدف طبعاً يعني فيه جزء جبير كان لازل ما أحسن من كم لوح لمباراة الزمالك وسموح دي كرة طبعاً أنا باعتبارها من الكرة الصعبة جداً جداً بالنسبة للعواد مهمة جداً جداً وكرة صعبة جداً وجون 100% هنعيدها بقى كم مرة دي لأن الكرة دي يا كابتن دي طبعاً دي اللي بعدها على طول دي برضو تقويته كويس جداً جداً وكان عنده استجابة زينية سريعة إنما دي مهمة قوي ماشيها بقى كده ووقف بقى هنا بص يا كابتن كريم الرجل اللي قدام عواد ده خد بالك كان هو كرايح عشان يلعبها وفي لحظة رجل كلمة قرر إنه ملعبهاش صح ليه هو خاف إنه تيجي في رجله يأمن مشكلة تخش في الجول ففي اللحظة اللي كرر ملعبهاش كانت الكرة باقت في بص كرة فين قريبة جداً من مين ما أجيب سموح قريبة جداً من عواد لا ويعني لو عدت هتروح لما أجيب سموح معنا فاهم أنا أصدل أقولك إن الكرة دي ملعوبة منين من بعيد صح لو مدافع الزمالك مش موجود في المكان ده عواد هياخد الخطة هو ياخد على صدره سهلة جداً صح إنما عواد في المكان ده ما نتعاملش معها خالص لإنه عارف إنه لعب الزمالك هيعمل إيه هيشيلها هيشيلها في اللحظة إنه لعب الزمالك كرن وما شلهاش كانت المسافة بينه بين الكرة عواد قريبة جداً فعشان كأنه لما اتعامل معها اتعامل معها من مسافة قريبة جداً لو عدت كان الراجل بتاع الإسموه حطاها إيه مستريح جداً فدي كرة من الكرة الصعبة قوي 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 وإحنا برضو حامل نفرق سألنا هو عواد ما مسكهاش ليه مستعيل أيه ما حالاك دلت شرحتها لو لا لو مدافع الزمالك مش موجود كان مسكه عادي بص 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 راح يعمل إيه بص مدافع الزمالك راح يعمل إيه عشان كده عواد عمل إيه بدأ يرجع بدأ يرجع في اللحظة اللي بيرجع فيها بص الوينش رجع في كلام الوينش قالك لأ بص بص سحب رجلو تاني بص عواد هنا أمشي كمان أمشي 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 بص صعبة جداً 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 لو تواكل على الوينش وبرضو فرد صوابعه وحط كاف في إيده كله لأن لو مجاتش في كاف في إيده كله وممكن تجي في صوابعه وتعدي ما تغيرش تجاهل الضغطة دي صعبة جداً لا كرة صعبة جداً شايفة من الكرة الصعبة أوشان كما أنا تعمدت إن أنا نجيب الكرة أي لا كابتن طاري والله بص 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 يا كابتن بص عواد برجع تاني في اللحظة لأن معنافش ده الوينش ولا ده مين لعب الزمالي الوينش 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 في اللحظة ما تعملش معاه أو المسلوس لا الوينش ده حط رجله كمان وعدت خدت بالك رجله الشمال متحطى طيب أستعدت لا وغير بقى أن الكرة جاية لك كمان واخد كم بند حلوين يعني هو البند مش فيش خد بالك جداً هي لما عمل بند عيلة هو كمان حط يده في النفس العلو بتاع الاردفاع ده طبعاً كرة بالنسبة لعمر صلاح هو قفل كويس أوي والرجل داخل وشايت وهو شايفها كويس وفرد كف فرد إيده كله وحطها طبعاً كورنر فإيه يعني طبعاً يعني لو جات في إدواءات جول يعني يلعب عليها يعني يسؤل عنها إنها برضو لما يصدعت تحسيب له وقف كويس أوي فرد إيده كلها وجاف كف إيده كله ومحولها كورنر فإنها شايف إن فيها يعني بص كف إيده كله فرده كله ولعب عليها بشكل كويس أوي تصرف سليم نشوف اللي بعدها اللي بعدها طبعاً كورنر برضو كورت العرضية مهمة جداً بالنسبة لحلق برضو إزا ما قلت حط أهوة كابتن كريم فرد إيده كلها وصعب عمفرودة ومطلع كورة كورنا بشكل كويس أوي يعني وصل لكورة بشكل كويس دي طبعاً كورة عرضية مهمة جداً ليه فوسط 2 وطلع مسك الكورة وشايف الكورة وهو بتحرك خطوات مقصية يعنيه على الكورة لحد أخذ لقطة لما كورة جات في إيديه وتعامل معها بشكل ولو ما نزلش على الأرض كده كان ممكن يبقى كورة طوع من إيده فمهم أنه يعني عشان يضبنها أكتر ينزل بها زي ما نزل كده يأخذ الكورة وبتحرك خطوات مقصية هو طبعاً المفروض أنه يضرب الأرض برجل واحدة ويعلى يعني يبقى بس طبعاً هنا في زحمة إنما هو الأمناء بتعامل معها بشكل كويس أوي من قبل قبل دي بقى كورة مهمة أوي أوي نفس الكورة بس هنا طبعاً ما فيش حد من المدافعين قدام وشان كده إيه تعامل معها ومسك البرضو لو عدت جون 100% حاجات دي مهمة أوي حاجات دي مهمة جداً جداً تبقى الكورة بتبقى سريعة أه طبعاً حطاها على الأرض هو شايف كورة كويس وتحرك خطوات تحرك خطوة مقصية وتعامل معها بشكل كويس أوي بس هنا بقى في التعامل يعني إيديك أتعالية شوي كده هتعدي يعني في لقطة الوقت إحنا هنشوفها تاني هتلاقي إيدي الشمال جايب واخد الكورة من فوق تقريباً هنشوفها تقريباً هي اللقطة دي كده كان لازم إيدي تبقى وارك الكورة شوي أيوة امشي كمان يا جلال بص أقف أقف بص لا سنة كمان بس أقف كده لا ارجح سنة صغيرة بص بص إيدي فين يا كابتن كريم يدي من فوق الكورة ما فيحش إيدي إيدي اليمين هي اللي تبقى فوق الكورة إنما الشمال تبقى فين لا الشمال مش إيدي تبقى وارك كورة بص يا كابتن الشمال دي تبقى وارك كورة وإيدي اليمين فوق الكورة هو هنا لو خدت بالك هتلاقي دي الشمال فين فوق الكرة وده اللي يبين قدامه الكرة ده خباك هتعدي خلاص يعني سنتي كانت تعدد الكرة دي كان لازم ايدي تبقى جاية من ورا كرة شوي انما طبعا برو تعال معا لو عدد برضو جول مية في المية عظيم شوف اللي بعده دي تصوير بمسافة بعيدة هو طبعا متمركز طيب احنا لازم نتكلم بقى في التصوير اللي من بره 18 بمسافة بعيدة انا ما ينفعش على خمسة يارضة وعلى ستة يارضة زي ما بتشوفه الرأس مرمى بيقع الراجل بيصوب من بره 18 دي قاعدة ثابتة ما ينفعش عشان كده لما هيحصل حاجة ونجي نتكلم فيها اساس ان طالما الراجل بيشوت بمسافة بعيدة كده لازم انا بقى قريب من خط المرمى عشان ما تعملش الكرباج لان الكرباج ما بتعملش غير من مسافة البعيدة دي انما انا لو بشوت الراجل بيشوت من جوة 18 او من على خط 18 انا ممكن ابقى على 4 يارضة ممكن ابقى على 3 او ممكن ابقى على 5 يارضة انما ان انا اطلع وراجل بيشوت مسافة بعيدة لان ما ينفعش هتبقى فيها مشكلة فتمركز عمر كويس جدا جدا وحط فيها ايده بشكل كويس وتطلعها كورنر ده تقريبا الهدف ده تقريبا الهدف وطبعا هو طبعا المسافة قريبة قوي ولبست في وش رجل احمد زيزو فصعب على عمر صدق اللي هو طبعا طلع يقفل بشكل كويس قوي انما كورة سريعة يعني هو حتى ملعقش يحط ايده حلو طبعا فيها كل اللي انت قلته ده بس انا كنت حاس برضو ان هو فتح الدياق شوية ما انا لازم انا لازم ادعب زيزو تقدي بعض بالزبط يعني لو اتعادت تاني عشان برضو يزيزو ممكن يشوت عالبعيد عادي جدا اه طبعا انا شايف انه قفل بشكل كويس كورة بالرجله انما ايديه طلعت متأخر يعني بص هنا بس في مشكلة واحدة بس اوقف اوقف هنا اوقف هنا لا ارجع سينك قبل ما هو بشوت بس بس اوقف بص بص وضعية عمر صلاح هتلاقي المقاعدة هنازل راجع الفين تاع اللي ورا اللي ورا ودي اللي اتنين ايه لتحت مفرودين لتحت طبعا لا ما يفعش يدية تبقى مفرودة هلازم يدية تبقى متنية اللي اخد بالك احنا بلعب ضد المساحة وضد الزمن صح فالمساحة بتبقى مهمة جدا ان انا بقى من تملك الصح مهم جدا كمان ان انا اتعامل مع الكرة بسرعة هنا عمر رضوان ايديه مفرودة اوي فعلى ما طلع ايده من تحت مش هدى ايه تطلع للكرة خدت ايه خدت وقت خدت وقت انا نفعش ايدياتي مفرودة كده عمر ويبقى جسمي يبقى انا انا عامل انا كنا بعمل سكوات يعني انا تقل جسمي كله فين اللي ورا عشان المقاعدة انا واف على كعابي اوي فلازم ايده عمر تبقى متنية والكرة ده خيات جوت اذا كتبقى متنية شوية عمر وانت بتتعامل مع الكرة صح بص انما هي طبعا انا ما قدرش اقول ان عمر يسأل عنها لقى كرة صعبة صحيح مواجه ورايك جوت 18 بمسافة كبيرة فالراجل لقى الكرة صعبة نشوف الكرة اللي بعدها ده الجول التالي الجول التالي بقى انا 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 اول ما يجي وشط يا جلال اوقف اوقف لا ارجع تاني اه هو جاي يشوت بالزر هو جاي يشوت اوقف اه حلو اوقف بس انت بقيد اوي عمر ليه كده اه انا ليه كل ده اه يعني الراجل دلوقتي هو بيشوت لو انت انت بفوق تبقى ورا كمان مش قلي من ثلاثة اربعة يارضا اه انت طالع برا ستة ليه كده الراجل جاي من الجنب من زاوة دياء جدا انت برا بزفافة كبيرة اوي عمر مش محتاج كل ده هتطالع بزيادة اوي انا لو انا ورا اربعة يارضا ولا ثلاثة يارضا هبقى على قلي بقى بيني ستة ده ستة يارضا هبقى عبعد ثلاثة يارضا هتوسع لنفسك المسافة بينك وبين الكورة صح فهتبقى المسافة بين المساحة وسعت شوية فتلحق تتعامل مع الكورة صح انما انت كده انت خليت الكورة اولا الباك تقريبا كده لازق في مين لازق في الجزيري طب ما تخليك راحت شوية شوية من المسافة دي كده وانت تحت هتعلم ما احسن من كده صح فانت ساعطع على نفسك اوي يا عمر خروجك خروجك اللي هو بزيادة اوي ده صحيح كمل وهنا بقى هو بيتعامل يا كابتن كريم انا بتعامل زي يقول هندبول ايوه يعني انا ايه انا بعمل كده بإيديا يعني لا انا عايز على ابع الكورة بس مش نلعبع كورة وانت في التمركز ده انت لو وقف ورا اربعة يارضا هتخلي المسافة بينك وبين الكورة ما هي تمانية يارضا تخليها اتناشر يارضا صحيح فلما انا شوط من المسافة مسافة اتناشر يارضا بالنسبة لي اسهل ولما شوط من المسافة تمانية يارضا مزوط فطبعا تفرق معايا جدا انت تعاملت معايا عمر زي الهندبول بالزبط لانك اتطلع بالزيادة اوي كمل كمل برضو نفس المقعدة تحت دي مفرودة صحيح لازم بتحت شوية ما بقاش متقدم بشكلة بيه الاهل والزمالك انا هو قافل كويس قوي بس برضو على ما طلع ايده كره عدت احنا الاهل والزمالك جايز مع انا جماعة ده ملخص بقى الاقطات بشكل عامي ده الاهل والزمالك طبعا دي طبعا دي أنا يعني دي برضو دي على فكرة دي بعد الهدف بعد هدف واحد صفر دي جول مية في المية الوينش داخل فيها بشكل بشكل كويس جدا دي جول مية في المية وحتى بعد ما صدها الأول ناها الشناوي قاموا شالها تاني خد فاول الحاكم الدال وفاول بس دي من الكورات الصعبة للشناوي تعمل معها بشكل كويس دي طبعا ما إدارش يعمل فيها حاجة الشناوي قفل على الراجل والراجل حطه بالعرض فيعني صعب على الشناوي يعني دي برضو عاملة عرضية طريبا دي طبعا يا كلها كلها محاولات ولكن ده انفراد ده شناوي صده وبعد خد بالك بعد ما صده بصي 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 ياسر يا كابتن يا كابتن كريم أنا عايزك بس يعيدها تاني يا جلال كده بعد ازنك أنا عايزك تشوف ياسر بعد ما شناوي صدها من 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 الامام ده الهدف طبعا الهدف صعب لو ينفع ايه تاني يا جماعة بعد ازنك أنا عايز بس كشوف ياسر خب بالك الشناوي ما كانش هيقوم الشناوي قام بالعافية لان الشناوي قال لي ياسر طلع طلع كورنر هو قاعد ياريت تعيدها تاني يا جلال بعد ازنك عشان دي لقطة مهمة جدا برضو نتكلم عليها ممكن نعيد ممكن نعيد بص الشناوي هو مش واقع بسبب لما تعامل مع الكرة من امام عشور هو واقع من الخطة الاولى بتاعت لا انا عايز اعيدها من الاول الانفراد قلت لو جبت تجيب هلي من اول الانفراد ايوا بس واحدة واحدة بقى امشي بقى كده وياسر وشوف بقى شوف الاستضامة اللي حصل بين ياسر وبين الشناوي اول ما ياسر يغبط في الشناوي اوقف بص بص يا جابتان بص هنا الشناوي بيعمل يقول لي ياسر ايه الشناوي واقع على الارض هو طلع كورنر ياسر طلع كورنر ياسر وهو واقع ما امشي الشناوي غير لما الكرة قطعت من مين والشناوي هنا متزمن من ياسر واخد كادما جامدة جدا في كتفه وفي سدره وفي انكر رجله من ياسر وهو مش قادر يقوم هو قام غصبا عنه بعد ما كرة قطعت من مين طب احنا كل ده ما شوفناهوش واثناء المباراة كامل بقى كامل يا جلال هو كان متساوي ان خلاص ياسر ما هيخرجه خلاص ياسر خرجه هو كده كان يحتاج دكتور ينزل هو كامل المباراة على فكرة هو يعني مش هقولك مصاب بس كان عنده كادمة جامدة جدا بص بقى لكور لما تقطعت هنا لا كامل بقى خلاص خلاص كامل كامل لحد ما تقطع بقى والهجمة تمشي عادي ونشوف الهدف الهدف التاني يعني كل ده الشناوي بقول لي يا سي اه بص ده ما تقع تعمل بدأ يعمل يشناوي بدأ بص 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 سدره زي كابتن كريم بص بص ايدي الشناوي على سدره بدأ يتعامل معاه طبعا انما هدف صعب ماقدرش يحمل الشناوي الهدف لانه حطها بعيد قوي والشناوي فرد ايده ده فرد في وقت الالم اه اه يعني الشناوي طوله ما شاء الله مياه 90 يعني ده فرد في وقت الالم بتاعه ما انا بقول لك الشناوي في الكرة دي هو شال انفراد صح انما طبعا الانفراد جي جول صح طبعا يعني هو في النهاية طبعا ياسر مش قصده يعني انما في النهاية طبعا لا يسعر علي ياسر وين طبعا طبعا عارف بس يعني انا بتكلم ايه يعني في النهاية طبعا اللعبة كلها إذا ما بيعندها أخطوات بيعندها إيجابيات طبعا نشوف اللي بعدها جماعة ده الهدف بتاع نادي الأهل أنا شايف عواد يعني طوقيت خروجه في اللحظة دي ممكن ممكن ما كانش يخرج في اللحظة دي كان يستنى لما يستلم حسام حسين طبعا هو خرج وهو حسين حسين رقصه يعني هو خرج وهو خده عكس خروجه خدها لنفسه بسيته فبقى جنب بالنسبة له فوضي فحطها سهلا إنما كان عواد كان ممكن يبقى فيه لحظة يعني يتأخر اللحظة كان لو خدها ياسر كان ممكن يمسكها بعد كده بقى سهل طيب مين في رأيك أفضل حارس في الجولة؟ وطبعا أنا كان معانا البنك الآلي وفوتشر وفاركو أمي بس للأسف في الوقت خدنا والحالات مش جاهزة معانا بس إنت كنت عايز تقول إيه في البنك الآلي وفوتشر وفاركو أمي بشكل عام حتى لو فربل يعني فيوتشر والبنك الآلي كان فيها تقريبا خمس أهداف أربعة أربعة واحد تقريبا الموراة خلصة أربعة واحد فكان فيه أهداف كتير كنا نحل إنما إن شاء الله نحل الفترات اللي جاية إنما أنا عايز أدي لوحد حقه من المورة اللي فاتت أنا زعلت إن أنا ما زكرتوش أنا أنا كنت كاتب اسمه بس نسيت أحمد الشيناو أهي الأهداف هي كنت معانا طبعا دي ضرب الجزاء ما قدرش هلوم الزنفولي عليها لأنه هو فوضل مستنى لأخذ اللحظة فطبعا تحطت بعيدة وتحطت على الأرض جاندة يعني فطبعا صعبة بالنسبة للزنفولي يعني فما قدرش هلوم الزنفولي عليها أبدا يعني تحطت حلوة يعني إنما طبعا أنا عشان ده طبعا ده هدف ده هدف مهم أول إن احنا نتكلم عليه هنا طبعا إرجع تاني بقى جلال بعد إذنك إرجع بعد إذنك والرجل بيحط الكورة هو بيشوت أقف 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 هو بيشوت بس أقف حلوة هنا كابتن الكريم لا أقف بقى ما خلاها ثابتة هنا جنش موقف الحطة على يمينه وهو واقف فين؟ في الشمال يعني جنش بينه وبين القائم حوالي اتنين يارضة والرجل حطها في زاوية جنش والوطحة ما ينفعش كورة تخش ما ينفعش بأي حال من الأحوال ما ينفعش كورة تخش في زاوية بالشكل ده فأنا عايز يا جنش وإنت واقف ما تبقاش تلعب بص تحيس إنه حمل على الرجلين اليمين عشان يجي هنا وتحطط هنا فالكورة دي ما ينفعش تخش أبدا يا سهلة تعالين تشوف اللي بعدها يا جماعة كش فيها صعوبة خالص يا جنش الكورة دي تخش وبعدين وطحة وجاية عالية في ارتفاع ارتفاع متل عن الأرض فده أسعى الارتفاع بالنسبالك رغم أنه عمل كم كورة في الماتش ده كويس أوي صحيحة هبقى اتلاع على احمد شينيوي اه هبقى نتكلم على احمد شينيوي شوي احمد شينيوي طبعا انت عارف يعني بعد ببراح بيرامدز أكثر من سنتين ثلاثة ان كان لعب أول موسم كويس أوي 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 وبعد كده سنتين بعد بسبب إصابتين وراء بعض صحيحة فهو رجع تقريبا بقاله حتى أربع خمس متشات بيلعب فلازم ندوله حقه ماشي بشكل كويس أوي مبارات الأهلي عملها بشكل كويس أوي ربن مبارات هو البيضة بكيسي فاتتين صفر والأمانة من ساحة ملاعب هو بيؤدي بشكل كويس صحيحة ليس طبعا ما بوسطش الفورمة بتاعت الشينيوي ان احنا عارفينها عنه من يما كان في الزبالك والسنة الأولى مع بيرامدز فانا عايزة أدي مستفيز وانا متأكل geschrieben سادا المشاهدين كمان يستفادوا الفترة اللي جاية كمان هنخليلي الوقت الأكبر عشان نبدأ نمسك حالا حالا وأمراره مباراة إن شاء الله واخد بالك إحنا مع الوقت هتلاقي الحالات متكررة وهتلاقي موقف اللعبة متكررة وهتلاقينا إحنا كمان بنتعلم ومنفع التحاصيل دا وهتلاقي مع الوقت وفي حاجات هتبقى جديدة فإن شاء الله بإذن الله هتلاقي الأمور هتمشي وهتستفيد إن شاء الله كما بتنترق شربت ونورت سعادة جدا بك نشكرك شكرا جزيلا لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل الناقد الكبير كأستاذ أحمد جلال هيكون ديفي في رقم 10 خليكم